السلام عليكم معكم دري حماتيك مواطلة في الضورة الخاصة بنا دورة بلوغر من الصفر للاحتراف البارحة قمنا بتركيب القالب يعني قالب للمدونة الخاصة بنا لكن ليس به اي شيء سبب عدم ظهور الاشياء هو عدم وجود مقالات اليوم سوف نرى كيف نقوم بكتابة مقالات اولية حتى تزار هنا لكن شروط كتابة مقال متوافق يلزمه حلقة طويلة اليوم سوف نرى كيف نقوم بكتابة مقالات بشكل سريع لدينا هنا يعني انت قم بكتابة مقالات على حسب تخصص المدونة الخاصة بك انا لدي هنا بعض يعني المقالات او عنوين للمواضع يعني هذه العنوين او متعلقة بتخصص المدونة الخاصة بي سوف اقوم بكتابة يعني كل عنوان عبارة عن مقال كيف تقوم بكتابة مقال في بضع دقائق مباشرة نتوجه الى بعض السكريبتات او بعض الاوامر نقوم بالدخول الى هنا اين هي اين قمت بوضعها كتابة مقال بالزكاء الاصطناعي نعم هنا كتابة مقال بالزكاء الاصطناعي هذا الشكل يعني هذا الموضوع قمت بالتطرق اليه خمس تقريبا خمسة او ست ست اكواد تقوم بوضعهم داخل شات جي بي تي او اي موقع ذاك اصطناعي يقوم بكتابة المقالات سوف يتم كتابة لك مقال احتراف انظر هذا السكريبت هذا السكريبت تقوم بتغيير به بعض الاشياء تقوم بوضع العنوان هنا والكلمة المفتاحة يعني هذه السكريبتات قمت بتجميعها من اليوتيوب ومن المواقع الاخرى مثلا هذا السكريبت من قناة الصباغلي المعلوميات فهو سكريبت جميل جدا يعني تستطيع كتابة من خلاله مقال احترافي ايضا نقوم بالنزول هنا ايضا سكريبت جميل يمكنك استخدام اي واحد من هذه السكريبتات مثلا هنا تريد كتابة مقال باللغة العربية تقوم بنسخ هذا السكريبت اما اذا اردت كتابة مقال باللغة الانجليزية تقوم باخذ هذا السكريبت تقوم بوضع العنوان في هذا المكان هنا على سبيل المثال سوف نقوم باخذ هذا المقال هكذا نقوم بالنزول الى الاسفل سوف نجد هنا شات جي بي تي وبديل شات جي بي تي نقوم بالضغط هكذا سوف ينقلنا الى شات جي بي تي وبالنسبة الى الموقع الثاني وهو بيو دوت كوم هكذا هذا هو الموقع يجب عليك انشاء به حساب حتى تستطيع الاكمال طريقة انشاء حساب بسيطة جدا نقوم بالضغط هنا على ساين اب نقوم بالتسجيل من خلال جوجل يعني هكذا بشكل سريع ايضا في شات جي بي تي نكمل مع هذا الموقع هكذا وايضا شات جي بي تي نقوم بالضغط هنا على ساين اب ونقوم بالنزول ونقوم بانشاء حساب مباشرة باستخدام جوجل حتى نستريع الامر هكذا يعني تم الان انشاء حساب داخل هذا الموقع فهو بديل لشات جي بي تي وصراحة اراه افضل من شات جي بي تي هذا اراه افضل من شات جي بي تي لانه يعطينا مقال افضل نقوم بملء المعلومات هنا هكذا هكذا هنا نقوم بكتابة اي شيء هكذا نقوم بكتابة هكذا افضل من ساكذا ونقوم بهكذا يعني فقط حتى ننشئ حساب داخل شات جي بي تي وهذه المواقع وننتظر قليلا الان انشأنا الحساب يمكننا الدردشة من هنا يمكنك فتح بلوك نوت اذا كنت تستخدم الهاتف او اي شيء حتى تقوم بنسخ داخله النص بهذا الشكل نقوم بالرجوع الى هنا هنا يعطينا هيكل محتوى مقال كامل متوافق مع السيو يعني يعطيك شكل او عنوين للفقرات الخاصة بك عنوين للفقرات الخاصة بك بهذا الشكل لكن نصيحة مني ماذا تفعل على سبيل المثال نقوم بوضع النص هنا انظر ضع عنوان المقال هنا على سبيل المثال انت تتكلم عن المسلسلات او الاخبار او اي شيء تقوم بوضع عنوان الخاص بك في هذه المنطقة على سبيل المثال دي كمدونة الربح من الانترنت او مدونة تتكلم عن التقنية مثلا نديروا كيف تربح هكذا كيف بالعربية لا تنسى بالعربي نعم كيف تربح مئة دولار في اليوم سوف نقوم في اليوم بهذا الشكل في اليوم هكذا المعزرة تقوم بنسخ هذا سكريبت بهذا الشكل تقوم بعملها النسخ copy ومباشرة تتوجه الى هنا او هنا حتى يقوم بالكتاب لك بالعربية دائما قم بكلمة بالعربية اولا على سبيل المثال سوف نقول له مرحبا لانك لو قمت بلسق ذلك سكريبت باللغة الاجنابية مباشرة قد لا يعطيك يعني كلام باللغة العربية هكذا على سبيل المثال نرى هل يعطينا باللغة العربية شيء جميل اعطانا باللغة العربية هذه اشياء الفقرة يعني عنوين الفقرات التي تقوم بصناعة منها المقال الخاص بك يعني هكذا نقوم بالصعود الى الاعلى كيف تربح مئة دولار في اليوم مقدمة ما هي طرق الربح الممكنة اهمية تحقيق الهدف المهم المعرفة تطوير المهارات اكتسب المعرفة يعني هذه العنوين التي تقوم بكتابتها داخل الفقرات الخاصة بك لكن اذا اردت سكريبت يعني مباشرة يعطيك مقال لديك هذا السكريبت فيعطيك مقال متوافق مع السيو هذا هذا باللغة العربية انظر هنا باللغة العربية وهذا باللغة الاجنبية نقوم بلسقه هنا هكذا بهذا الشكل ونقوم بوضع نفس العنوان هذا العنوان هذا هو العنوان نفس العنوان كوبي ونقوم بوضعه في هذا المكان هكذا ونقوم بلسقه كولي ونقوم بنسق هذا النص هكذا كوبي ونعود الى شات جي بي تي لكنه محدود نوعا ما بهذا الشكل كما ترون يعطينا باللغة الاجنبية باللغة الانجليزية لكن المقال يكون باللغة العربية انظر يعطيك كل شيء الفقرات والنصوص واي شيء ترير يعطيها لك بشكل منظم واحترافي الاستفادة من البيانات الالكترونية عبارة عن نقاط كما ترون يعني هو يعطيك العنوان بالعنوان الاصلية وبعدها يقوم بكتابة لك الفقرة انظر سوف ننتظر قليلا كما ترون المشكلة يعني يقوم بالانهاء بشكل سريع اما هذا الموقع الاخر فيعطيك مقال احترافي يعطيك مقال احترافي على سبيل المثال دائما كما قلت لكم يجب عليك البدء بكلمة بالعربية سواء تقول له مرحبا او السلام عليكم حتى يفهم انك تتكلم باللغة العربية محربي مرحبا هكذا سوف يرد عليك باللغة العربية الان يمكنك اعطائه السكريبت بشكل عادي جدا سوف يقوم بكتابة لك المقال باللغة العربية كما ترى هاته عنوين المقال بالاجنبية وبعدها يعطيك باللغة العربية كما ترى انظر كيف تربح مئة دولار في اليوم ويعطيك بهذا الشكل انظر يعني صراحة شيء جميل نحن سوف نقوم بانشاء يعني كم مقالة واحد اثنان سلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة عشر احدى عشر يمكنك ايضا انشاء عدد غير محدود من المقالات بشكل عادي جدا كل ما عليك فعله هو التوجه الى شرط جي بيتي كما قلنا وتقول له مثلا اعطيني اعطيني عشر مثلا ولا خمسون ولا سلاثون هكذا سلاثون عنوان مقالة عن موضوع مثلا موضوع مثلا السيارات الطابخ يعني اختر اي مجال تريد مثلا سوف نقول له نحن عن عن الهواتف عن الهواتف هكذا عن الهواتف هكذا وتقول له فقط هكذا سوف يعطيك هذه العناوين انت تقوم باخذ هذه العناوين وعمل منها مقالات تقوم بعمل منها مقالات بعد ان يعطيك العناوين تقوم بنسخ هذا العنوان على سبيل المثال كوبي وتقوم بالتوجه الى سكريبت يعني اي هذا السكريبت او هذا على سبيل المثال هذا السكريبت الجميل نقوم بوضع هنا العنوان كما قلنا في هذا المكان تقوم بوضع العنوان عنوان هكذا وبعدها تقوم بنسخ هذا السكريبت بهذا الشكل تقوم بوضع له كوبي وتعود الى شات جي بي تي هو اعطاك هنا العنوان بعدها تقول له ان يكتب لك المقالات لكن لا تستخدم هذا الموقع قم باستخدام هذا الموقع كما ترى هنا يعني يعطيك مقال احترافي مع اننا قمنا بكتابة مقال صغير فقط انظر مع الاسئلة ومع الاجوبة الخاصة بهم يعني لم نقوم بشرحة سكريبتات كاملة فقط في هذه الحلقة اعطيكم السكريبتات وانت اختر منها السكريبت الذي تريد اذا تقريبا توجه فقط هكذا حتى نكمل فقط هذا الشيء هكذا تقوم بوضعه بهذا الشكل سوف يعطيك كما سورة التطوير ننتظر قليلا يعطيك العنوان الاصلية وبعدها يقوم بكتابة لك الفقرة بهذا الشكل وانت وابداعك وانت وابداعك يعني اعطيك رأس الخيط وانت وابداعك لكن بنسبة اذا اردت التقدم الى جوجل ادسنس سوف يجب عليك التعديل على هذه المقالات تعديل جيد وتنصيقها وتعلم شروط السيو وكتابة المقالات حتى تنجح في المدونة الخاصة بك اما اذا اردت الربح من طرق اخرى فيمكنك التعديل تعديل بسيط في العنوان كما ترونه باللغة الاجنب يمكنك تعديل عليها بشكل طافيف ونشر هذه المقالات يعني فقط اليوم احببت نشارك معكم هذه السكريبتات لانشاء مقالات بالزكاء الاصطناعي يمكنك الاطلاع عليها حتى تعرف كل التفاصيل هنا اذا اردت انشاء مدونة بطبيعة الحال نلتقي في موضوع اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة